السلام عليكم ورحمة الله بركاته أهلا وسهلا بيكم معاكم شريف الشامي والنهاردة نتكلم عن Atomos Shogun 7 الحقيقة ده مش أكدت بروتكت من Atomos البروتكت ده بقى له فترة كبيرة ولكن مؤخرا بعد الكاميرات الكتير اللي طلعت اللي فيها ميزة التصوير الخارجي أو علشان تقدر تحصل على أحسن جودة رو هتحتاج انك تسجل خارجيا مش من على الكاميرا نفسها خلينا نفتح البروتكت طبعا بيجي معه الباور ادابتر وكمان هاوسينج علشان تقدر تحط فيه SSD كارد طبعا مش تقدر تستخدم SSD كارد لو انت بتصور رو فهتقدر تشوف على الويبسايت بتاعهم كل الريكميندد SSD علشان لو عايز تسجل بسرعة عالية هنلاقي المونيتور زي ما نشايفين ده الشكل الخارجي للأتموس بيجي من وراء مكانين للبطارية ودي ميزة علشان تقدر تبدل ما بينهم تقدر تشغل المونيتور ببطارية واحدة تقدر تحط التانية وتبدل ما بينهم كمان بيجي فيه 4SDI input تقدر توصف عليه 4 كاميرات وكمان output SDI وكمان SDI للسينك ومن هنا مكان للباور وفيه من هنا XLR mic mini علشان تتوصل ومكان للسماعات ومكان للباور ومن ناحية التانية فيه HDMI in و HDMI out ومكان للريموت ومن هنا هتلاقي فيه مكانين علشان تثبت منهم المونيتور لو انت بتستخدم اي كاميرا من الكاميرات الجديدة مثلا زي FX6 او FX3 او A7S3 تقدر تسجل RAW خارجيا على المونيتور طبعا غير انك محتاج مونيتور لان المونيتور اللي بيبقى جاي مع الكاميرا ما بتقدرش تعتمد عليه ولا تشوف فيه Focus ولا تقدر تشوف فيه كمية البيانات اللي بتبقى موجودة في اي مونيتور خارجي فالمونيتور ده مش بس تعتمد عليه علشان تتفرج على الصورة وكمان تقدر تسجل عليه RAW بجودة احسن من اللي تقدر تسجلها على الكاميرا نفسها تقدر تسجل بالمونيتور ده عن طريق SDI لحد 6K RAW 60P وطبعا تقدر تسجل بكل الجودات اللي تحت الرقم ده طبعا انا مش هقدر اتكلم عن كل المواصفات وكل الميز اللي موجودة في المونيتور ده ولكن انا هقول بس highlights اللي موجودة تقدر تشوف الويف فورم تقدر تشوف الفيكترو سكوب تقدر تشوف الزيبرا والبيكينج والفولس كولر تقدر كمان تشوف الاسبيت ريشيو اللي انت بتسجل عليه وكمان لو انت بتستخدم انامورفك لينس وعملها سكويز للفوتج تقدر تعمله هنا تفرد الفوتج تاني علشان تشوف بعد البوست هيبقى عامل ازاي تقدر تحط عليه لطس عشان لو انت بتسجل RAW او اي لوج تقدر تتفرج على الصورة ازاي ممكن تكون بعد البوست علشان توريها للكلينت او البروديوسر او اي حد موجود في لوكيشن والجميل فاتموس ان مع ان المونيتور ده مش جديد وبقاله فترة ولكن الابديت اللي نزل خلى تقريبا جهاز جديد تماما الابديت اللي فيه حسن درجة سطوع المونيتور بعد ما كانت 1000 نتس بقيت 3000 نتس يعني تقريبا تلات اضعاف درجة السطوع اللي موجودة في المونيتور كمان الابديت اللي نزل عليه خلى مش بس مونيتور وكمان ريكوردر لا كمان سويتش تقدر تدخل بيه اربع مداخل SDI فتقدر انك تبدل ما بين الكاميرات وتقدر تطلع بيه ستريمينج على اي بلاتفورب انت عايزه مش بس كده تقدر تسجل الاربعه و البروغرام الخارجي او الفيديو اللي انت طلعت به ستريمينج فبيديلك الامكانية انك تاخد الفوتج اللي انت كنت طالع عليه ستريمينج وتعمل عليه ري ادت او تعمل عليه ادت مرة تانية ده كان فيديو سريع جدا عن الشو جن 7 واهم المميزات اللي موجودة فيه لو عايز تشتريه تقدر تشتريه من ادفانس ميديا الرياض او دبي او تقدر تشتريه من اللينك اللي تحت الفيديو لو اعجبك الفيديو ياريت تعمل لايك شير و سبسكرايب شوفكم الحلقة الجاية سلام